مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي هنا ان شاء الله نقدم لكم وحد الموضوع خاص بغاز الامونيا غاز الامونيا شحال مبتدئ مربي مبتدئ في تربية الالانب كي سحب بالله هاد الاسماء بحالكة صعبة هاد الاسماء طبية ولا مهنية ولا احترافية لا ضروري ان هاد يعني مثل هاد الاسماء ضروري اننا نحفظوها ان هي اسماء سهلة مشيشي حاجة غاز الامونيا غاز الامونيا اسمه وهو يعني ببساطة قاع مني كان دوزو من مكان دي الالانب كان نشمو واحد الريحة يعني شبه كاريهة يا مشي كاريهة ولكن الريحة دي الالانب انا تمنيت كن يعني كان الفيديو كي وصل حتى الرائحة يعني غازي نوصل لكم هاد الريحة اللي عندي انا يعني كان عندي شي اصدقاء عندهما يعني التربية دي الالانب مني كان ندخل اني كان دوز من حدا المكان ديال تربية دي الالانب كان شمو واحد الريحة هذيك الرائحة الحدة ديالها على حسب النوع يعني الدرجة ديال ديال الرائحة يعني على حسب الحدة ديال الرائحة ايلا كانت قوية بزاف عدوا باللي هذيك الالانب راهم عندهم غاز الانيميا عفوا الامونيا غاز الامونيا اذا شمو واحد كيمشي كيسمح في الارانب ديولو يعني كيبقى ينقيع له من سمالة سمالة مثلا كيين الناس اللي ديرين يعني واحد هو اللي كييراقب لهم هذيك التربية ديالانب وذيك الشخص يعني ما كيقول لصاف عني من سمالة سمالة ولا من يو واحد الوقت عاد نقدر اناني يعني ان نقيا لهم بالنسبة لهذا هذا خطاء كبير بالنسبة لهذا الموضوع هذا وهو اغلبية كيكون في التربية الارضية ان الناس اللي مربين تربية الارضية نديمكا ننصح بليكاج يعني كما كتشوفوا معايا هذي الميكا ها هي انتوما ميكا سميكا هذا الكاج كله دورت دورت عليها بهذا الميكا هذي تحت اليها بعشرين درام عشرين درام مرة ما كتمشيش فن بني كتربة ربطة عادي يعني متاح ممكن انكم تديروا السلكي ممكن انكم تديروا يعني كتانة ولا كوردة ولا كتربطو على اربع جيهات انتوما جيهة الثانية مهم مربوط على اربع الجيهات كتديروا الثقب في الوسط انتوما واش كيبال لكم على ما هذي التقب في الوسط اني فيه واحد خمساشر سنتيم على خمساشر سنتيم المهم هاد شي كيوصل لمن كيوصل لواحد الاناء هاد الاناء ها هو ممكن انكم تخلصوا منو ولا تديروا في خنيشات وتحيدوا ذلك الشي هاد شي بالنسبة يعني الليكاج ولكن كين نوع ديال المربي اللي غدي ديروا الليكاج ولكن في نفس الوقص ديينوفوح القاراج مثلا هذا القاراج يعني مع اندوغيبه بواحد يعني كيدخل كيقول بالله صافينا راني مزيان دايل تربية ديالالالانيه مزيان اولا مش مش ممكن تدخلهمش تانيا تانيا مدايرش شي مكان دير تهوية كونوا متأكدين ان ديك الارانيب اللي كيكونوا في هاد الحالة كيكونوا ماشي نورمال ماشي طبيعيين اولا كتلقاء الام الامهات مني كيتلقحو يا اما كيرميو قبل الوقص المحدد ديالهم يا اما كيتعطلو في الولادة وكيبقاوا الاجينة في الكرش ديالهم كل شي من هاد الغاز ديالالالامونيا . لاش هاد الغاز ديالالالامونيا كيكيدير هاد شي لانا الارنابي ففيه مثل شوفو يعني كيتنفس سنفس عادي نورمال يعني تام مثلا الشمس إلا إلا تعرضة الجيس ديال الأرنب تعرض الآشيع المباشرة ديال الشمس كت حسوبة كين هات يعني فوق العادة هانتو ما لاحظوا معايا أن هاللقاطيع مكين هاتش هالسون يعني ساكتقوم هالدن في نفس الوقت ممكن أن الشمس إذا تعرضوا لها يبقوا ينهتوا وفي نفس الوقت غاز الأمونيته ويجعلهم ينهتوا كثيرا لأن الجهاز الثاني الفوصي يكون مسدود إذا كان الجهاز الثاني الفوصي مسدود يكونوا متأكدين أن الأرنب لكم لا يعيش بطريقة مزيئة يجب أن يكون ضروري التهوية لأنه لا يعيش بطريقة عاطف الناس الذين يدعون التربية الأرضية التربية الأرضية سيكون في الأول ينقي سيكون لديه الحماس لأنه يكون واحد يدعون مشروع جديد يبقى ينقي من بعد يبدأ يقول إيه وصفي خلي ثلاث سيمانة الجاية ينقي عليهم يقول إيه وخمسة أيام تتكفلي في سيمانة كي يقول إيه يكون واحد يعني فضلات كتكون وكتل ثقف السيمة يعني وخاك كتغسلها ما يمكنش أن تحيد الريحة نحن كن نروع لإن الريحة خاص المكان يكون مهوي إلى بغي الأرنب ديالك يكون مرتاح هذا الغاز هذا أراه غاز خطير ممكن أنه يضيع مشروع كله يعني المكان خاص يكون مهوي لاحظوا معايا أنني هنايا شوفوا الشميشة اللي ضاربة هاد الشميشة هادي أراها كتوصلهم كل الصباح يعني كان نزله ليومار الغيطاء هده هوا ولكن هاد الريحة هادي أني قلت لكم كونوا متأكدين أنها أراها ما عنديش أنا أتباك الله الريحة ما عنديش دير لأراني ما كانش إن شوا واحد يدوز من حد الضار ومسلا يشم ريحة دير الأراني أنا مشيراني دير شي أرض قطعة أرضية ودير فيها الأراني براني دير مغي في السطح ديالي يعني عندي دويرة ديالي ودير فيها السطح دير فيها أراني ولكن أنا يعطيهم بالحقيقة وقتي بكله يعني ما كان تحرقش الشي جهائي اللي لمشيت الخدمة ديالي هل ليه مترا كينا الأزمة ديالكورونا الفيروس كورونا عافكم الله وعاف جميع المسلمين ويربي بعد عننا هاد الوباء والناس يمشي لخدمة ديالهم بطريقة طبيعية إذن كيمكن لكم عاطي كل وقتي لهذه الأراني يعني كالنقية تنظيف اليومي بشكل يومي يعني المراقبة بشكل يومية كونوا متأكدين أن الأراني كيكونوا مساحين كيوليوا يعني خدامين معاك يعني كيولدوا كيتلقهم زيان كيولدوا زيان كيراقبوا الصغار ديالهم مهم كيخدموا معاك العربية كيخدموا معاك إذن حاولوا أن قاعد اللي دير الأخطاء من هاد النوع مثلا كان شي 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 بيت وما مهويش حاولوا أنكم تهويوا يعني تخليوا مدخل ومخرج يعني ويكونوا واحد تيار هوائي اللي كيدور كيحيل هذيك الروائح اللي كينا في المكان بالنسبة للناس اللي ديرين في الصح صافي راكي كل الهواء يعني متجدد ما ما يخافوش من تشي حاجة إذا غاز الأمونيا حضير من غاز الأمونيا وكيف الشعر فعالحدي الده بزاف رغم من 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 حد دياله كما كنا نقولكم دياله غد يشمو غد انتوما غد يتحصوا بها الراسكم فلنين شوفوا الرحية ولاته مجهدة عرفو بلغة ديال الانب حتى هما محنوقين من تلك الغاز وممكن انه يضرهم وانتما متعرفوش علاش هذو الأرانب يعني شخص صادق له وشخص ما صادق لهش راه ممكن ان المكان اللي انتما داين فيه الأرانب راه ممهويش العربية ممهويش أشعة الشمس اشحام واحد في ليه كومنتر يقولك واش أشعة الشمس ضرورية انا ما عنديش أشعة الشمس ممكن ان الشمس ما تكونش داخله عندكم الشمس راه معقب مئة بالمئة ولكن القادية دية التهوية ضرورية ماشي ماشي التيارات الهوائية المجهدة يعني باش ميتصابوركش بالزوكام ولكن يكون المكان مهوي يعني كيدخل البرد وكيدخرج من جهة الأخرى صافي هذا هو أنا ما قدرش نقول لكم يعني أنا كل واحد غاد يكون عنده مقاييس مختلفة كايين عنده بيت كبير كايين عنده بيت صغير مهم أن يكون عندكم مكان ديال دخول الهواء ومكان ديال خروج دياله يعني المكان ديال الهواء كيتجدد المكان اللي عندكم يكون فيه الهواء متجدد بشكل يومي صافي وان شاء الله المشروع ديال التربية ديالالاني بغد يكون ناجح مئة بالمئة علاش لانه هاد الغاز هادارك كايين بزاف الناس اللي لمفاهمينش علاش شن هو الغالط اللي عندهم والغالط هو هو ببساطة التهوية التهوية مديرين عاش اذا الناس اللي لم يشاركوش معنا يشاركو معنا ما تنسانو ناش بجير زر جيم باش نتقان نصرف لكم الفيديويات بحل هاد شكل هادا كنشكركم على التعاليق تايبه ديالكم الناس اللي لم يشاركوش معنا يشاركو معنا وتكيو لزر جيم تكيو لزر الجرس كي يصلكم جديد هلي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله